السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير شتيمة هيفاء واهبي لأحدى المتابعات على انستجرام ده للمرة التالتة على التوالي هنشوف قالت لها ايه وكان ايه ردها وقد ايه كانت مستفزة وقليلة الادب بمعنى اصح في ردها وخبر وفاة يوسف شعبان اللي تدولوا ناس كتير جدا خلال الساعات الماضية يلا نشوف كل التفاصيل بس قبل ما نبدأ لو سمحتم صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ على طول بصوا هو ما فيش مبدأ ولا منطق بيقولك ان لما حد اشتمك لازم ترد عليه الاساءة والشتيمة او حش وحتى تردها كمان انك حتى تردها وتردها على الملأ وانت واحد ليك متابعين وليك يعني مشهور بالحد الكافي ان اشتمتك الكل هيقراها وهيشوفها طبعا كلنا عارفين هيفاء واهبي اتشهرت ازاي وازاي هي غني عن التعريف ان هي اكتر واحدة فعلا عملت حاجات اغراء واكتر واحدة غنيها وافلامها ومسلسلاتها ما بتخلاش من الاغراء ومن حاجات مش تمام وكل الناس عارفة كده كل الناس بتقول شتيمة هيفاء واهبي اول مرة يعني هيفاء واهبي شتمت طبعا كلكم فاكرين في برنامج رامز جلال لما شتمت وثبت الدين وكلنا سمعنا اللي هي قالته على الرغم ان هم حاولوا يخفوه لكن ده كان بيدل على ادبها اللي مش موجود اصلا من تاني مرة برضو لما شتمت المصريين كلهم وبرضو ثبت الدين وده بيدل برضو على عدم تربيتها وتالت مرة كمان المرة دي لما وصفت واحدة وقالت مش هي بس وصفت الشعب بالكامل الشعب العربي بالكامل وقالت ولاد حرام طبعا هنعرف متابعة بتاعتها قالت ايه? عادي هيفاء واهبي بننزل صورة لها على انستجرام عادي فبعد شوية واحدة علقت وقالت على الصورة بتاعت هيفاء واهبي ما كانش ما كنتيش متي في الانفجار اللي حصل من شهرين في مرفق بيروت اللي هو كان لسه حاصل من شهرين ما كانش ربنا خدك يا ملكة الافلام الاباحية وملكة الاغراء ده كان بس الايه? طبعا انا مش مع اللي شتمت كده ولا اللي هي قالت كده انا مش معاها ابدا ولكن كمان مش مع ان هي لما قالت كده هيفاء واهبي ترد عليها بالرد اللي انا هقوله لكو دلوقتي هيفاء واهبي ردت عليها برد قليل الادب يعني هي ثابت كل التعليقات اللي كانت عمالة تمدح في صورتها كالعادة وكل الناس اللي عمالة تشكر فيها وتقول فيها كلامي كويس راحت رد على اللي قالت الشتيمة دي قلت لها انتي بنا قدمة نقصة واللي زيك المفروض ما يكونش موجود والمفروض الحكومة بتاعة البلاد العربية تمنع ولاد الحرام انهم يفتحوا الكونتات على السوشيال ميديا عشان يشتموا فيها الناس طبعا انا مش مع الشتيمة اللي المتابعة شتمتها وكمان اكتر مش مع الرد اللي هيفاء واهبي قالتو لان الرد بتاعها كان اكتر من التانية بكتير بصوا الشتيمة مفهاش اكتر واقل ولكن هيفاء واهبي بحكم شهرتها وبحكم ان هي واحدة الناس كتير جدا بتتباحها وبتتقبل منها حاجات كتير فما كانش المفروض يكون دي ردها كان ممكن تسكت خالص عن الرد على المتابعة دي وكمان مفيش حد هيقدر ياخد اجراء قانوني ضد هيفاء واهبي لان هي المفروض دلوقتي واحدة ردت الاساءة بالاساءة واحدة شتمتها فهي بترد عليها الشتيمة بشتيمة انا مش معدي ولا معدي لكن هيفاء واهبي لسانها صليت فعلا وقليلة الادب ومش محترمة ابدا ودايما الشتيمة في لسانها ودايما متعودة ان هي تشتم وتقول الفاظ مفروض ما تتقلش من واحدة بس واحدة زيها كلكم عارفين ادوارها ودلوعا مش هنكر ان هي لها متابعين وكتير جدا وناس كتير بتحبها لكن هي دي هيفاء هندخل بقى على الخبر اللي شغل الناس كتير جدا الساعات الماضية وكل الناس عملت تتداول خبر وفاة يوسف شعبان يوسف شعبان مات اللحظات الاخيرة في حياة الفنان يوسف شعبان يوسف شعبان وداعا وكل الكلام اللي انتو عارفينه ده طبعا عشان بس اختصر عليكم الموضوع اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية طلع بعد ما تواصل مع الفنان يوسف شعبان بنفسه وقال لا ده كله كان مجرد اشاعة عشان يعني اي كلام بيطلع كده وخلاص وقاله اشاعة ليش معنى دلوقتي يوسف شعبان اسمه اللي طلع لان في ناس كتير قالت هو ليه اختفى الفترة اللي فاتت وخصوصا دلوقتي اي حد بيختفي بقوله ده عنده كورونا اي حد بيختفي بقوله ده مصاب بكورونا فطبعا الفترة اللي فاتت الفنان يوسف شعبان مختفي بقاله فترة وما فيش ادوار ليه ولا فيه اي اعمال فده اللي ممكن يكون خلى الناس تتكلم ولكن هو بصحة جيدة جدا وهو بيقوله هيكون ليه اعمال ده على كلام نقيب المهنة المهن التمثيلية هيكون ليه ادوار ان شاء الله بس هو مستني عمل يليك بيه وبتاريخه ويكون رجوع بقوة وكمان اشرف زكي قال انها رفعت كذا قضية على الناس مروج الاشاعات اللي هما كل شوية يطلعوا اخبار عن وفاة الممثلين والممثلات وهو رفع ضيع عن كده طبعا لكل اجل انكتاب سواء انت تقول وهداعا سواء تقول مات او ماتش ما حدش هيسيب من عمره حاجة انا كمان بتمنى لكم دوام الصحة والعافية وما حدش يتمنى الموت لحد ولا فيش ماتة في موت ولا فيش ماتة في مرض كلنا سواسية وكلنا معرضين في لحظة واحدة ان احنا نتعب او يحصل لنا حاجة انا بتمنى لكم كل الخير وكل الصحة بشكركم جدا متابعين الكرام على حسن المتابعة لو سمحتوا ما تنسوش تدعموني بلايك سلام عليكم